طيب تعالوا نشوف اللي بعده قدرة الدولة على استيعاب مخزون استراتيجي كافي من القمح جات ازاي؟ ايه اللي حصل؟ وهرجعك زمان بعضه صوامع تعملوا صوامع ليه؟ عشان بقى نقعد نستورد والدولة مش عايف تعمل ايه؟ واصل الفلاح الغالبان الفلاح بياخد حوافز عشان يزرع يعني في اكتر من كده واحدة واحدة اجمالي عدد الصوامع في مصر في 2014 اول سنة تولى فيها الرئيس كانت 40 صومعة في 21 بقىنا 75 صومعة ده معناه ان احنا نقترب من الضعف ماشي يعني 75 صومعة دول يرفعوا الساعة التخزينية 183.18 ساعتنا في المية يعني دي ساعتنا التخزينية يعني لو قفلنا رقم 80 هنبقى كده 200 في المية نسبة زيادة زيادة ايه زيادة دي؟ نسبة زيادة الساعة التخزينية للصوامع 2014 احنا كنا واحد واثنين من عشرة مليون طن في 21 بقينا تلاتة واربعة من عشرة مليون طن طيب لازم اطور هذه الشوان بقى علشان يبقى فيه عندي القمح اللي متخزن ده متخزن بافضل الطرق اللي معروفة في الدنيا فيبقى عندي تطوير الشوان تم تحويل الشوان الترابية اللي هي كانت 105 شونة هو طبعا اهليننا المزرعين والفلاعين في القريف عارفين يعني الشونة الترابية كنوسموها الصمع يعني مش الصمع بتبقى حاجة كده معمولة من الطراب يعني عجينة معينة كده بنعملها من الخامات البيئة المهم تم تطورها ليتم تحويلها لهناجر متطورة باجمال طاقة تخزينية 211 ونص قول 212 ان شاء الله محد حوش الف طن كويس؟ طيب المستودعات الاستراتيجية بقى اللي احنا بنشتغل عليها جاري التنفيذ بالمناسبة تكلفة المستودعات 30 مليار 30 مليار احنا عايزين ايه؟ عايزين ايه بقى من هذه المستودعات اللي بنشتغل عليها الجديدة كمان اللي هي جاري التنفيذ بتاعها احنا عايزين نزود المخزون السلعي بتاعنا ونصل بيه الى انه يبقى عندي قدرة لتأمين امح احنا وبقى قلنا عندنا لحد 6 شهر ونص او لحد اخر ساق طب تعال بقى لا ده انا عاوز اشتغل على من 8 ل 9 شهر عندي امحي اقعدني من 8 ل 9 شهر كل ده اللي وانا ما بزرعش وما بستوردش عندي امح ده الهدف بتاعنا احنا دلوقتي بنشتغل تقريبا بالمتوسط على حوالي 5 شهور هي من 4 ل 6 كويس المستودع ده مساحته قد ايه يعني المستودعات اللي احنا بنشتغل عليها السبع مستودعات دول تقريبا هم 70 فدان لانه كل مستودع لوحده 10 فددين وبالمناسبة ما بنشتغلش على النهاردة ما هون نظرة بتاعت ان انا بصص تحت رجلية دي خلويس ما بقاش فيه منه بقى فيه ايه بقى فيه وماذا بعد الاجيال القادمة فيبقى كل مستودع معمول حساب التوسعات المستقبلية بتاعته التكلفة الاجمالية 30 مليار جنيه مصري اللي بعده يا رجال